تاني موضوع مهم جدا سمعنا النهاردة برضو عبر الفضايات هن لو ربما يبقى فيه أزمة في اللقاءات الدوري ما بين مثلا المسجد المتمنصور شركة بريزنتيشن أو مجلس دارة نادي الزمالك والعقد والمباريات يا جماعة أنا الحقيقة تحدثت نهاردة مع ناس كتير جدا في مجال الدوري والتسويق والقصة كلام ده احنا برضو مش تفري معنا احنا بنزيع الحمد لله الدوري يعني مش بنتكلم النهاردة كشهادا من الزمالك الزمالك زي الاهل الزمالك فريق كبير ومالك كبير ولكن استقرار الدوري أنا بتكلم ببص لمصلحة كبيرة مصلحة أكبر من يعني أكبر مننا وأكبر من قناة الحياة وأكبر من الزمالك وأكبر أهلي وهو الدوري المصري صمعة مصر والسيد رئيس الجمهورية المتكلم مبارح قال كل إعلامي كل واحد في موقع ما يبصش لنفسه ما يبصش النهاردة إن أنا النهاردة هستفاد إزاي هنتقل ده إزاي عشان أنا أطلع أو هعمل الخناءة النهاردة إزاي أو هعمل مشكلة إزاي أنا النهاردة مصلحة إيه لا مصلحة البلد مصلحة النهاردة الدوري المصري المصري إن هو باكتج واحد زي ما موجود كده يجي بقى يخرج الزمالك وبيع لوحد ويجي يخرج لالي وبيع لوحد ويجي النهاردة المعلن يهرب بشكل كبير وخلاص أنا حتفك تهاني الدوري ونفس القصة بدل ما النهاردة بدفع جنيه حتفع نصف جنيه المتضرر مين؟ الأندية المصرية واحد يقول لك يعني هي الأندية؟ أيها الأندية المصرية المتضررة الأندية المصرية هي اللي أخدت فلوس كتير جدا إما الدوري بقى بفلوس كتير جدا هيرجع الدوري بفلوس قليلة جدا هترجع الأندية تاخد فلوس قليلة جدا هترجع الصفقات تبقى على الأد هيرجع المستوي بقى على الأد وهترجع ريمة لعدتها القديمة فرجاء من كل مسؤول في الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيل أو في أي حتة النهاردة بلاش إن إحنا نقعد ناخد قرارات وهذه هنا والدور المصري وما فيه سبات ادوا نوع من الاستقرار يعني ده الحقيقة لكل المسؤولين